وشدد الرئيس السيسي على أن تاريخ القوات المسلحة سيظل دائماً كعهد الشعب المصري بها حافلاً بالبطولات والإنجازات الوطنية والتي من بينها ثورة يوليو المجيدة أشار رئيس السيسي إلى التفاف جموع وجمهير الشعب المصري حول الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرمته سيظل تاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائماً حافلاً بالبطولات والإنجازات الوطنية ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عاماً لتلتف حولها وتساندها جموع وجمهير هذا الشعب ولتعلن قيام الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته وليسطر التاريخ نموزجاً للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسبت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم وجيش يمثل نموزجاً للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها فتحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجراً جديداً وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السداد والرئيس محمد نجيب ترجمة نانسي قنقر